السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلم بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة بالاسكندرية أخبار الاسكندرية اليوم وبيان عاجل من الشرطة بس قبل ما نتكلم على التفاصيل ممكن حضرتك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو علشان يوصل ليك كل أخبار الاسكندرية أول بأول يلا بنا نبدأ قبر عاجل وبيان عاجل وحملة الإزالة إشغالات البعاء الجائلين من شوارع الجمرق بالاسكندرية وقد نفذ حي الجمرق بالاسكندرية اليوم حاملة مكبرة لأزالة الإشغالات والتعديات من عدد من شوارع الحي تنفيذا لتوجهات المحافظ وقالت رئيسة الحي إن الحمل استهدفت رفع الإشغالات من شوارع اسماعيل صبري طريق الكورنيش قصر رس التين بحرية ومسجد نصير وأضافت رئيسة الحي في بيان صدر اليوم إنه جرى في ليل الحمل العمل على توسيع الطرق لسيورة الحركة المرورية وإزالة 11 إشغالا متنوعا وكان اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية شدد على ضرورة استمرار حاملات التصدي للمخالفات والإشغالات وغلق وتشميع المحل والمقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة